اشتركوا في القناة اتكلم على الناد الأهلي والعيب الناد الأهلي اوفق فترة صعبة وانا هروح للتحكيم واتكلم عن التحكيم بصبت ان انا كنت في يوم الايمة سؤون عن التحكيم الفترة صعبة عن التحكيم كانت نقيمة لداء الجولة 30 او الأسبوع 30 وانا مفكر ان هذه الجولة من الجولات المهمة على سلم الترتيب يمكن في فترات سابقة تقريبا كنا ماشيين بشكل كويس وحصل بعض المشاكل التحكمية من سنتين انا لي بقول الكلام ده كنت نقيمة لحنا النهاردة الجولة 30 فضل أربع جولات على انتهاء الدوري او ندلعه لي مبارات مؤجلة ولكن صعب عن التحكيم وازالي المفروض يكون التحكيم في هذه الفترة ماشي بشكل فوق الجيد يعني او امتياز لان النقطة كنت نقيمة النهاردة النقطة في التحكيم بتعمل مشكلة انا بقول الكلام ده وهي الحكام المحترمين وبقول لجد الحكام اللي بتعين الحكام يعني مع تعينات من الاهل الفترة الجاية او من المنافسين لابد ان يكون فيه حكم او طاكم تحكيم يدرك تماما ان هذه مسئولية كبيرة وان الخطأ التحكيمي في هذه المبارات اللي جاية مبارات حيبقى خطأ مؤثر مش عاوز ارجع لي الفترة اللي هي 21-22-23 كانت فترة فيها اخطاء تحكيمية مش عاوز اقول لي ان التحكيم لأ التحكيم في الفترة دي كانت تنكيل لدور كبير فيها طيب ايه المطلوبة كتنا أيمن النهاردة ايه المطلوبة النهاردة من التاكم التحكيم الهل النهاردة يلعى في الجولة 30 مفيش احتمالات منك انت النهاردة التحكيم يبقى عنده مشكلة النادي يخسر بنقطة او نقطتين او ثلاثة يعني انت النهاردة عندنا حماد القلوي وهو اول مباراة لي في حياته اول مباراة لي حماد القلوي من حكام في حياته النادي لا اه من حكام كويسين يعني هو بلافترة 3-4 سن ماشي كويس ولكن دي اول مباراة ودي انا بقوله دي بالنسبة لك يا حماده لابد انك انت تقدم نفسك لان ده اختبار حقيقي ليك في هذه المباراة ليه انت كنت مرشح لقائمة دولية حماده المسلم اللي فات وهذا المسلم انت مرشح لقائمة دولية لما نيجي نيساك ابتل ايمن واحنا عندنا الكلام ده عشان ترشح حكم لقائمة دولية لابد ان هو يلعب المباراة الكبيرة لابد يلعب الاهلي والزمالك وهذه المباراة عشان نقول انك انت خلاص بقيت عندك الثقة وبيت عندك الامكانيات تدير هذه المبارات طب ما اللي بيعين يا كابتن ما كان عنده حمادة طول السنة أعاوز أقول حاجة مهمة جدا وأنا من خلال قناة النادل الآخر أنا قلت كنت نأيمن من شوية هذه المبارات اللي جاية مبارات لا تحتمل أبدا انك انت تعمل رزق على نفسك في تعيناتك تمام احنا بقالنا 4-5 مجالات حضراتك كل مرة تقول إيه أول مرة حكيم على الرغم أنا مش هكلم في تعينات ولكن عندنا حلقة هنتكلم فيها يعني كابتن أيمن ان في بعض المبارات أيضا حكام دولين بيلعبوها تمام احنا متكلم من بارح أمين عمر بيلعب النهاردة البنة بيلعب النهاردة حمادة مش وحش حمادة كله حكم من الحكام الكويسين ولكن زي ما قلتك أبت من أيمن خلي بالك لما يكون الخبرات موجودة في هذه المبارات الصعبة اللي هي اللي جاية دي لإدارة التحكمية محتاجة خبرة حكم عشان تدير مباراة وتحقق العدالة التحكمية للفريقين محتاجة شخصة حكم محتاجة خبرات حكم محتاجة تحس بالأجواء مهانا لو النهاردة لو ما عسلش بأجواء النهاردة أنا مكلمش عن الأهلي بس على الكل النهاردة بينافس على البطولة النقطة النهاردة بالنسباله زي ما قلت قبل كده حصل والنهاردة بطولة راحت منه وبطولتين فما فيش احتمال يا كابتن أنا أقول الكلام دا للحكام خواتي خالص وبقولي الكلام دا لمحمد فاروق لأن الراجل لكابتن المفاجأ الراجل مش موجود الراجل مسافر بقاله فترة خارج مصر وهيرجع تديري من بعد عشر تيام السؤال هنا بعد إذناء كابتن معلش الراجل دا مسؤول كابتن محمد فاروق بيعين الحكام بيدي فكرة للراجل دا هل هو الراجل دا أجازة كده كل حاجة على كلام محمد فاروق هم قالوا إيه إن الأسبوعين دولت كابتن أسبوع وثلاثين والأسبوع وثلاثين متعين قبل الراجل ما يمشي دا كلام محمد قال إيه قال إن هو معين التلاثين أسبوع وثلاثين أسبوع وثلاثين معينينه قبل ما الراجل يمشي وراجل عارف التعينة دي كلها هو عارفها إذن النهاردة عشان محمد إحنا بس عاوزين يعرف وتطلع تقول لنا تعينة مباراة النهاردة إنت حضرتك لمعينها ولا بيرير معينها لأن دي هتفر معانا كتير جدا جدا لإن بنقول حمد الكلاو أول مباراة وحمده أنا نصحت لك هذه المباراة اختبار حقيقي لك إحنا النهاردة بنفنش الكاملة الدولية طالعة في شهر 9 كابتن أتمنى من الكل من طاقم التحكيم الكامل زي ما قلت لو ما شعرتش أنا كحاكم بأجواء المباراة وصعوبتها على سلم الترتيب والنقطة مش حقادي صح كويس فالمطلوب النهاردة حمده النهاردة ربنا وفقك زي أول مباراة قدم نفسك بالشكل اللي لك بيك إنك أنت تقولي الناس كلها أنا أستحق أخش القلمة الدولية صحيح حمده من الستايل كويس عنده نحل بدنية كويسة الناحل فنية كويسة ما تفكز في المباراة ماتشغلش منك قدم أي شيء بوك تاني غير هذه المباراة أخرج منها بشكل مميز لنجاح تلقك هذه المباراة بالنسبة لك هي أصعب مباراة قد يسمع مباراة كابتن هو لعب النهاردة كامي كابتن لعب تميم مباراة كحاكم في الدورة المواصر تمانية وهنا هذه المباراة تلقى هذه مباراة أصعب مباراة لي أنا كمات قال على السلم لأن الش week كل مباراة ناتي لأهلي صعبة اللي جاي ده كله صعبة كابتن هو حد يفتكر ان الاهلي نهاردة بلعب مباراة سهلة لان الاهلي بلعب مباراة سعبة النهاردة وبيتبقى محتاجة توفيق ربنا للعابين انا كحاكم لابد ان انا حط هذه المباراة تحت درجة صعوبة عالية اشتغل على نفسي يكون موجود في المكان الفار النهاردة انا ما اعتمش على الفار يا حمادة الفار انا النهاردة عمر الشناو على الفار او عمر الشناو تاني مباراة بالعابر من الاهلي لعب في الاسبوع الثالث الاهلي اسمعين الفار هذه التاني مباراة لعمر الشناو اللي هو حاكم الفار اتنين صغيرين خلي بالك ودي بنقول في التحكيم كنت اتمنى وده رأيي حمادة النهاردة موجود احط محمد عادل احط امين عمر احط يعني غندور حاكم عنده خبرة ولكن عند النهاردة حمادة الكل هو حاكم هنعفتح من المساعدين الدوليين المتميزين ان شاء الله هنشوفه النهاردة اكتر مباراة لعب للناد الاهلي نور سعيد المساعدة التاني موجود مبروك نبيل حاكم رابع على الفار زي ما قلت حضاك عمر الشناوي ومعاه هاني خير اتمنى النهاردة التوفيق زي ما قلت هنرجع تاني كابتن ايمن ونحلل اداء حمادة واشوف ما يجب تطوره في اداء حمادة نهاردة يا رب النهاردة ربنا يوفقه وتمنى ان ربنا يوفقه ويوفق طاكم التحكيم الكامل زي ما قلنا حمادة الكلوي هو حاكم الساحة المساعدة الاول هاني عفتح ده حكم متميز كابتن ايمن اوه من منطقة الجهزة حكم دولي متميز متميز وتمنى النهاردة هاني عفتحها جماعة هو 45 سنة لا ده من الحكام المصنفين سبوه لان النهاردة التحكيم بقاش في سن بالمد السن نور سعيد نور دين سعيد من منطقة قاهرة مساعدة تاني وحاكم رابع مبارك نبيل وعمر الشناوي وهاني خير اتمنى تقم التحكيم ميروحش للفر حمد النهاردة انت على اتراك اثبت للنات كلها انك انت تستحق الشرع الدولية بهذه المبارة ان شاء الله توفيق للتحكيم والتوفيق للعبينة كابتن ايمن والتوفيق لحضرتك ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن ناصر رفتنا ونورتنا ولينا لقاء اخر بعد المبارة ان شاء الله والنادي الاهلي كسبان شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا